من الأخبار اللي حصلت إمبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة والنهاردة هيتم إطلاق خمس قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وده للكشف والعلاج مجان لأهالي محافظات أهلية والجيزة والغربية وجنوب سينة وضميات النهاردة كمان المية هتقطع عن مناطق في الجيزة حدائل أهرام الأديمة شارع فيصل من الليبيني للمنصورية عزبت جبريل وكفر نصار وده لمدة 8 ساعات من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 8 بالليل وده بسبب أعمال المترو النهاردة هيعود بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة بعد انتهاء إجازته وهيبدأ موسيماني وجهازه المعاون تدريبات الفريق من بكرة